ازايكم يا مواليد برج العزراء يارب تكونوا بخير انا مارين اعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج العزراء اليوم الاربعاء 12 يناير كانون الثاني 2022 اما هنحضك اليوم يا برج العزراء كل انت بتقوم بعمله حاليا بيتم على الفور وعلى اكمل وجه كل شخص تتعامل معاه من اصدقاء او معارف او زملاء في الشغل هيكون معجبين جدا بحماسك وموهبتك فانك تتعامل مع الامور من الجانب الجيد وقدرتك على انك تدي كل شيء بكفاءة ده بيزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية احرص على انك تتبادل الاعجاب ده بنفس الادر وانه ما تنتبكش النرجسية فمتى ساقت الامور وصارت بالعكس فانك هتحتاج الى الدعم دي والمعاملة اللي انت كنت بتتلقاها من اللي حواليك بالنسبة لك مهنيا عنوين مهمة وكبيرة للمرحلة اللي جاية لكن الانجازات بتتطلب بعض الوقت فما تتصرعش علشان ما تدفعش الثمن عطفيا الوضع العطفي بيشهد جدالا وخلافا لا يلبثان اي زوال وتكون الاجواء اكتر ايجابية معاك وهتحمل ليك مفاجآت بالنسبة ليك صحيا ما تغمرش بانك توضع وضعك الصحي مقابل حفنة من الاموال هتتجنبها مقابل ساعات عمل اضافية بالنسبة لي توقعات العشرية الاولى موليد 23 اغسطس لتلاتة سبتمبر نادرا ما تمر بمثلة هذه الحالة من الوضوح والهدوء اللي انت بتمر بيها اليوم وده هيساعدك في انك تسوي الخلافات القديمة مع زملائك في الشغل او حتى مع اقاربك فوق ده هتختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة توقعات العشرية التانية موليد 4 سبتمبر ل13 سبتمبر هتشعر الان بانك سليم البنية والزهن واخيرا بامكانك انك تتصرف على طبيعتك وسجيتك كم الطاقة اللي بداخلك حاليا هتتمكنك من تطوير الاشياء في العمل والقيام باشياء من شأنها انها تكون مرضية توقعات العشرية التالتة موليد 14 سبتمبر ل22 سبتمبر هتعيش فتر التوازن بدني ودهني متناغم لا ظهور لأي عوائق خارجية في الأفق بل على النقيد غالبية محيطك اليوم ودي معك وخدوم وحياتك هتمشي بأفضل حال بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيواصل الامر عبوره لبرج السور النهاردة وهيكون متناغم مع نبتن والشمس وبلوتو وهنسع لاننا نحصل على الراحة والوئام والمتع امر السور هيكون ثابت ومعقول وهيشجع عبوره على التعاون اليوم ممكن نهدف للاستمتاع باللحظات والاستمتاع بالدافع اللطيف لرعاية تلك الأشياء العزيزة علينا هنكون طواقين للقدرة على التنبؤ اليوم قمر السور بيقودنا إلى الأرض هناصع للرضى لكننا سعداء بإنشائه بما لدينا بالفعل قمر الجوزاء صاعدا هيكون مفعب بالحيوية والانشغال والتواصل هيشجعنا القمر ده على التنوع وإننا نخرج أدوات الاستشعار والتقاط أفكار أو نصايح جديدة بيحدث القمر الفارغ اليوم مع الجانب الأخير من القمر قبل تغيير العلامة مسلس لبلوتو وبكده بنكون وصلنا لأخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش إمتم استعنيني اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم وبدعمكم لي